عندما تشعر بالجوع أو تشتهي الطعام بشدة فلا شك أن المطبخ سيكون مكانك المفضل ربما تظن أنك على دراية جيدة بمطبخك في الواقع ربما لا تعرف مطبخك جيدا كما تعتقد في الواقع يخفي مطبخك عددا غير قليل من الأسرار ربما لست على دراية بها أولا سننظر إلى شيء فيه ثقوب كلا لا أقصد الجبن السويسري والذي على ذكره وكل ما يتعلق بالمطبخ صرت أشعر بالجوع بدلا من ذلك ألقي نظرة على السكاكين في مطبخك قد تلاحظ أن بعضها به ثقوب أو نتوآت على النص لن تجد هذه السمات في نوع واحد من السكاكين عدة سكاكين في مطبخك قد تحتوي على هذه الثقوب أو النتوآت مثل سكين التقشير وسكين الخبز وبالطبع السكين المفضل لدى الجميع في المطبخ سكين الشيف هذه السمات ليست مجرد شك بل هناك عدة أسباب جيدة لوجود هذه الثقوب والنتوآت من الأسباب الرئيسية تقليل الاحتكاك الناتج عن القطع فكر في الأمر بعض الأطعمة لا يسهل تقطيعها لنفترض أنك تحاول تقطيع اليقطين لإعداد وصفة لذيذة بالطبع لديك المكوين الرئيسي وربما ترغب في إضافة بعض الجزر وغيره من الخضروات وكلها سميكة ويصعب قطعها اختر سكينا فيه الثقوب ستساعد هذه الثقوب على تقليل الاحتكاك بين نصل السكين والطعام الذي يصعب تقطيعه هذه السكاكين أخف وزنا وبالتالي تصبح ألطف على معصمك إذا كنت ستقطع الطعام لفترة طويلة الثقوب في الشفرة تعني فولاذا أقل لذا ستقطع طعامك بطريقة أنظف وبسهولة قد يتعلق استخدام آخر لهذه الثقوب بتعليق السكاكين فبعضها أكبر بكثير ويصعب تخزينها في الأدراج من الأفضل أيضا تعليق سكين يكثر استخدامه مثل سطور اللحم على مسافة ذراع من منضدة المطبخ عند تقطيع طعامك ستود فعل ذلك على لوح التقطيع والذي كما خمنت يخفي سرا خاصا ستلاحظ في معظم ألواح التقطيع وجود فتحة في أعلى اللوح لا شك أنها قد تكون مفيدة عندما تحتاج إلى حمله أو تعليقه في مطبخك كما فعلت مع الساطور لكن هناك غرض أساسي لهذه الميزة ربما لم يخطر ببالك من قبل بمجرد تقطيع الأعشاب والخضروات إلى مكعبات بما تحملهم من نكهات لذيذة ستضيفها إلى طبقك اجعل الفتحة الموجودة أعلى لوح التقطيع فوق القدر أو المقلا أو أيا كان ما ستطهو فيه طعامك خذ السكينة وادفع المكونات برفق من خلال الفتحة لنقل المكونات من على اللوح دون فوضى جرب هذه الطريقة المطبخ النظيف هو مطبخ سعيد آسف كنت أقطع بعض البصل لكن هل تعلم أن هناك في الواقع طريقة سرية لتقطيع البصل دون دموع؟ قبل أي شيء لا بد أن تعرف أن البصل ليس شريرا وأنه ليس السبب الذي يجعلك تبكي عند تقطيعه تحتوي قشرة البصل على أحماض أمينية وعند قطعها تنطلق في الهواء المواد الكيميائية ناتجة عن الضرر الذي أحدثته وتصل في النهاية إلى عينيك أنت بدأت أولا أفضل طريقة لمنع انطلاق هذه المواد الكيميائية المسببة للدموع هي تبريد البصل إما بتجميده أو وضعه تحت الماء البارد في كلتا الحالتين ستتمكن بالتأكيد من تقطيع البصل بعينين جافتين وابتسامة هذه المياه الجارية جزء من السر التالي في مطبخه عندما يتعين علينا ملء عبوات مكعبات الثلج يبدو من المستحيل تقريبا إعادة ملء عبوات مكعبات الثلج دون سكب الماء هنا وهناك لكن التصميم القياسي لعلبة مكعبات الثلج يتيح ملأها بسهولة دون تبليل طاولة مطبخك بدلا من ملء كل فتحة تلو الأخرى وجه الماء إلى المنطقة المسطحة بين أربع فتحات وسيتوزع الماء بالتساوي إلى كل فتحة دون امتلائها أكثر من اللازم وانسكاب الماء على الجانبين توجد طريقة أسرع لملء علبة مكعبات الثلج عليك إمالة العبوة وسينتقل الماء من الفتحتين العلويتين إلى بقية الفتحات سيجري الماء للأسفل كالشلال ويملأ كل فتحة بسرعة ودون كثير من الفوضى بالطبع لا تزال رحلة حمل علبة مكعبات الثلج من الصنبور إلى الفريزر رحلة صعبة ولم نكتشف سرا لحل هذه المشكلة بعد بخلاف آلة صنع مكعبات الثلج الآن لنخرج من الفريزر ونسخن الأشياء قليلا لكن هل تعلم أن الطعام الحار ليس حارا بحد ذاته؟ على الأقل ليس بالمعنى الحرفي للكلمة يوجد مركب كيميائي في الفلفل الحار يسمى الكابساسين إنه يخدع دماغك ليشعر بالشعور الحارق في فمك وحلقك لذا لا داعي للقلق فأنت لا تحترق حقا مع أنك ربما تشعر بذلك قد تندفع غريزيا لملء كوب كبير بالماء وشربه كما لو كنت تطفئ حريقا في المنزل لكن ليس عليك فعل ذلك في الواقع الماء ينشر الكابساسين أكثر ويزيد الطين بل في المقابل منتجات الألباني هي أفضل صديق لك عندما تحتاج إلى تخفيف تأثير الفلفل الحار تحتوي معظم منتجات الحليب على بروتين يسمى الكازين والذي يساعد في التخلص من الكابساسين طالما معك كوب من الحليب فلا تخشى إضافة ما شئت من التوابل الحارة إلى طعامك بالحديث عن التوابل فإن أكثرها شيوعا بلا شك في أي وجبة هو الملح لكن هل سبق لك أن أمسكت ملاحة نصف منتلئة وقلبتها رأسا على عقب ورغم رجها والنقر عليها من الأسفل بالكاد خرج منها الملح عاجلا أم آجلا يبدأ الملح في التكتل ويصبح جامدا يحدث هذا لأن الملح يمتص بخار الماء في الهواء وفي النهاية قد يمتص ما يكفي ليذوب الملح جزئيا ويلتصق ببعضه الحل السري متوفر أمامك ولم تلاحظه أبدا هل سبق أن لاحظت بعض حبات الأرز في الملح على الطاولة أثناء تناول الطعام في مطعمك المفضل؟ هذا الأرز ليس لإضافة نكهة بالطبع بل لأنه يمتص الطعام بشكل أسرع من الملح مما يحافظ على الملح جافا لفترة أطول يمكنك وضعه في عبوة الملح في مطبخك أيضا أضف بعض الأرز غير المطبوخ طويل الحبة إلى الملاحة وستلاحظ من الآن فصاعدا خروج الملح منها بسهولة لكن لنتحدث الآن عن شيء قد تحسن نكهته بملاحتك التي أصبحت سهلة الاستخدام البطاطا من أكثر الأطعمة تنوعا على هذا الكوكب ويمكن إعدادها بوصفات كثيرة ومختلفة لكن إذا لم تستخدم البطاطا بسرعة ستلاحظ ظهور بعض البراعم وسرعان ما ستبدو البطاطا كأنها من فيلم مخيف عن الكائنات الفضائية لكن ما يحدث ليس غريبا على الإطلاق مثل معظم الكائنات التكاثر جزء من دورة حياة البطاطا ومهم لتكوين اثمار الجديدة تعتمد سرعة إنبات البراعم في البطاطا على تعرضها للضوء ودرجة الحرارة ومستويات الرطوبة ومدة تخزينها لذا إذا تركت لفترة من الوقت فقد تبدأ بعض البراعم في الظهور سيكون هذا رائعا إن كنت تخطط لزراعة البطاطا وبالطبع لن يكون كذلك إن كنت تنوي طهيها سر منع البطاطا من التكاثر مبكرا هو تخزينها مع التفاح يمنع غاز الإثيلين الموجود في التفاح عملية الإنبات لفترة أطول لكن لا تخزين البطاطا مع البصل كلا لن يجعلها تبكي لكنه سيحدث تأثيرا عكسيا ويؤدي إلى إنباتها كما ترى فإن براعم البطاطا ليست مزعجة كعفن الخبز عندما يكون الخبز طريا فإن إحدى استخداماته الأشهر في تحميصه توجد آلة تحميص في كل منزل تقريبا ولدي واحدة بدوره قد يفاجئك معرفة أنه من المحتمل وجود جزء سري داخل آلة التحميص قد لا يكون ما بداخلها مثيرا لكنه ميزة مهمة لا يعرف الكثيرون أنها موجودة إنها صينية جمع الفتاة كما يحسمها يتجمع فيها كل فتاة الخبز المحمص للعثور على هذه الميزة الخفية عليك البحث عنها بين الجزء العلوي والسفلي من آلة التحميص من الضروري الحفاظ على هذه الصينية نظيفة فهي لا تحافظ على نظافة مطبخك فحسب بل تقلل أيضا من خطر احتراق آلة التحميص كانت هذه بعض أسرار المطبخ التي أزحنا عنها الستار والتي نراهن أنك لم تعرفها من قبل الآن أصبحت جاهزا للتعرف على مطبخك من منظور جديد وإعداد وجبة مع وضع كل هذه الأسرار المفيدة في الاعتبار أجل أشعر بالجوع الآن